أكثر من ثلاثة أرباع معلمي اليمن في أحدى عشر محافظة تسيطر عليها الميليشيا الحوثية يواجهون حربا ممنهجة تستهدف رواتبهم وحوافزهم التي تصرف كل ثلاثة أشهر وعقب أعلان المدعو مهدي المشاط عن عدم صرف نصف راتب للمعلمين والتربويين وإيقافه نهائيا تفاجأ المعلمون بتوقف منحة حوافز المعلمين المقدمة من منظمة اليونسيف كل فترة ثلاثة أشهر وكانت منظمة اليونسيف أعلنت عن نجاح جهودها من المساهمين الدوليين في تأمين مبلغ سبعين مليون دولار أمريكي لصرف حوافز نقدية شهرية للمعلمين والموظفين العاملين في المدارس في اليمن ولم تتمكن المنظمة سوى من دورتي صرف شابهما الكثير من الفساد والتدخلات الحوثية التي حفرت مسار منحة الحوافز لصالح الكشوفات الحوثية ودون اعتماد كشوف 2014 للموظفين في سلك التربية والتعليم وفيما كان من المقرر صرف الدورة الثالثة من المنحة نهاية العام الحالي 2020 اعتذرت اليونسيف عن الصرف بسبب اشتراط الحوثيين صرف حوافز مسبقة لها مقابل سماحها للمنظمة بصرف الحوافز للمعلمين وكانت الميليشيا تلاعبت بالمنحة من خلال تخفيض مبلغ الحافز لكل معلم وتمديد فترة الصرف لأشهر مع صرف المبلغ بالعمرة المحلية وليس بالدولار كما تقدمه المنظمة مع احتساب الميليشيا فارق تحويل المبلغ بفئة ألف ريال من الطبع الكبير والقديم ثمت منحة أخرى أعلن عنها البنك الدولي بصرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار وكذلك التغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار لم يعلم ما صيرها بعد علما أن المنحة الدولية تقدم للمعلمين في مناطق السيطرة الحوثية الذين باتوا يعيشون وضعا كارثيا بسبب نهب الحوثيين رواتبهم وقطع نصف الراتب الدوري وإيقاف منحة حوافز المعلمين في حرب تستهدف تدمير العملية التعليمية التي يعد المعلم حجر زاويتها وأساسها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر